عندنا موضوع مفيش أهم منه أعتقد الفترة دي فكرة تقويت جهاز المناعة مش بس عشان الواحد يعيش حياته بشكل صحي وسليم لأ ده كمان عشان يقدر يواجه مخاطر ما أنزل الله بها من سلطان وانتي ست العارفين طبعا أعرف من هنا يا دكتورة دينا أننا عندي مشكلة في جهاز المناعة بتاعي هل معدل إصابتي بأدوار النزلات برد أو بأمراض بصفة دورية ده في حد ذاته إشارة ولا بي فيه علامات تانية طبعا لازم أي حد بيتفرج علينا ستات رجالة شباب يفهمون أن الجهاز المناعي ده حاجة مهمة جدا أننا نقويها لأن ده خط الدفاع الأول بتاعنا لمحاربة أي فييرل إنفكشن أو أي بكتيري الإنفكشن وأحيانا خلايا سرطانية إزاي نعرف أننا عندنا مشكلة في المناعة أو عندنا نقص في المناعة لو زي ما قلت يا كريم لو بيجي لنا نزلات برد كتير في السنة المفروض الشخص السليم ما يجلوش غير نزلت برد مرة ومرتين بالكتير قوي ومدة التعافي يعني ممكن حد مثلا يجيله نزلت برد يقعد أسبوعين في برد ده مش عادي لا مش عادي وحد بيعدي بسرعة في ثلاث يام مهم إزاي أن احنا نعرف نحافظ على منعتنا بحاجات كتيرة جدا أولا نقلل كمية السكريات لأن السكريات لو أكلناها كتير جدا معدلها في اليوم هيعليلي جدا التهابات الجسم أنا كنت فاكر أن إنعكاسها بيكون في السكر بس يعني أنه يعني أن الواحد يبتدي بقى مريض سكر ما طبعا ما هو طبعا لكن كمان في المناعة طبعا بيهدي لي المناعة جدا كمان الأكل المش صحي الزيوت المش صحية التول لوقت نأكل في تحمير تحمير كل الحاجات دي مش صح يمكن كمان بنصح الناس بلاش إفراط شديد في الأنتي بايوتكس أو المدادات الحيوية حتى وزارة الصحة قالت لك المدادة الحيوية عند اللزوم مش مثلا أنا أنا مش عارفة صحي النهاردة مالي فرح واخد مدادة حيوية المدادة الحيوية ده بيبقى بروشيتة والدكتور هو اللي يقول ناخد أي مدادة حيوية وكثرة المسكنات عمالة على بطال أنا أعرف ناس بتاخد المسكنات دي فاكرها بومبوني فكل الحاجات دي بتبقى عند اللزوم وبتأثر بالسربة على الجهاز المناعة طبعا أكيد هل فيه نقص معين في فيتامينز معينة بيانتج عنه بالتبعية مشكلة كبيرة أو تراب كبير في جهاز المناعة أكيد يعني من أهم الفيتامينز اللي بتعليلي وبتقويلي جهازنا المناعي عندي فيتامين سي مهم جدا عندي الزنك مهم جدا للمناعة وعندي النحاس التلاتة دول مهمين جدا أن ليهم بيبقى انتك يومي وصعب أن احنا نعرف ناخد الانتك يومي من الزنك والنحاس ومن الأكل فبدعم جدا ELP مالتي فيت أو ALPA مالتي فيت بدعمه جدا لأنه أولا واخد تصريح من هيئة سلامة الغذاء وبستأذن أكيد الكنترول هما يعرضون لنا التصريح على الشاشة عشان يدي أمان لكل الناس اللي بتتفرج علينا هي وبالتالي موجود في كل السيداليات موجود في جميع السيداليات وعندنا رقم شركة بايو ناتشرل نقدر نتكلم نعرف السيدالية الموجود فيها ونقدر حتى نطلب المنتج أونلاين بنوصل لكل محافظات مصر وأكيد على الشاشة ده تصريح هيئة سلامة الغذاء فبدأ بدي أمان أنه أولا موجود في السيداليات معنى كده أن مدام السيدالية حطاها على الشلف يبقى معها تصريح ومعها تسجيل من هيئة سلامة الغذاء فحاجة أمنة جدا حاجة فعالة جدا مش بس للمناعة أنت عندك أن قلب مالتي فيت دعم جدا للأيد والتمثيل الغذائي فوانس أن أنا التمثيل الغذائي أدعماه يبقى طاقتي أعلى فبالتالي منع والجسم يستفيد بشكل أمسل بكل العناصر الغذائية اللي بيأكلها طبعا وبالتالي منعتي أعلى أنا عايز أقولك الزنك كمان مهم جدا لكل العمليات الحيوية اللي في الجسم ونقصه بيعملي مشاكل في الأيد وبيعملي مشاكل في الميتابوليزم وبيعملي مشاكل كديرة جدا قلب مالتي فيت اللي بيميزه أنه أعلى تركيز في الزنك من بين كل المكملات لو أخذنا الجرعات اللي هي مكتوبة هو الجرع المصرح بيها بس كابسولة واحدة وبتتخذ الصبح بتتخذ الصبح بعد الفطار هل أخذان الكابسولة دي بشكل يومي لفترة زمنية طويلة ما ينتجش عنها زيادة في نسبة معدل الفيتامينات يعني بالضبطها لا لا إطلاقا يا كريم لأن النسب اللي موجودة النسب اللي موجودة اللي هو مش بس الإحتياج اليوم يعني مثلا الفيتامين سي يعني فيش فرصة لتراكمها لا في يوميها الجسم بيستفيد منها وبيمتصها بالضبط وبعدين أصلا معظم الفيتامينات اللي في قلب مالتي فيت قابلة للزوابان في الماء ما بتتخزنش أصلا طب هو أصلا عشان أخذ أي مكمل غذائي أخذوا من نفسي ولا لازم الأول أعمل تحليل عشان أعرف أنا عندي نقص في أنهي فيتامينز بالتحديد بالنسبة للقلب مالتي فيت أنا باخته عادي كداعم للصحة وفيتامينز الفيتامينز اللي فيه قبل للزوابان في الماء فالإكسيد منه بينزل عن طريق اليورين أو البول فمعنديش مشكلة خالص مش محتاجة حتى أعمل تحليل فيتامينز عشان أخذ قلب مالتي فيت إطلاقا ترجمة نانسي قنقر